وده عن محمود ياسين نهاردة فقدنا النجم الكبير محمود ياسين ومحمود ياسين طبعا من أبرز علامات الفن في فترة السبعينيات والثمانينيات صحيح أنه كان ليه طول الوقت أعمال فنية علامات الحقيقة إذا كان في السينما أو في التليفزيون وحتى في المصرح لكن محمود ياسين من الفنانين القلائل في مصر أو في الوطن العربي اللي نقدر نقول عليهم أنه المثقف بمعناه الشامل مش بس لأنه اسمه مرتبط بأبرز الأفلام والمسلسلات لكنه أيضا صاحب ثقافة وسعة ثقافة متنوعة أيضا ليه حضور وفكر ورأي في قضايا المعصرة وقضايا وطنه أيضا ليه صوت مميز جدا صاحب صوت خلاب رخيم كان سبب في أنه يعلق كتير على أحداث وعلى فعاليات مختلفة ويرتبط في الزهنية المصرية بصوت فعلا مختلف صاحب رقم قياسي في تقديم أفلام عن نصر أكتوبر أو أفلام عن البطولات العسكرية في الفترة دي طبعا من عمر الوطن فترة السبعينيات وبعد حرب أكتوبر كان يمكن صعب على فنانين كتير أنه هما يرصدوا التفاصيل بتاعة الحرب في الوقت ده لكن محمود ياسين ارتبط اسمه بمجموعة عظيمة من الأفلام نذكر منها الرصاصة لا تزال في جيبي أيضا بدور والوفاء العظيم حائط البطولات الصعود إلى الهوية وأغنية على الممر ده يعني الجانب المتعلق بالأفلام العسكرية أو الحربية لكن كمان محمود ياسين هيئته الحقيقة وليه جاذبية وصحر خاص شكلا أتحدث ارتبط كمان بالأفلام الرومانسية أفلام يعني مع نجلاء فتحي مع مرفة أمين مع فاتن حمامة جعلت منه يحظى بلقب فتى الشاشة الأول في السبعينيات أو الجانب خيميه يعني كما نقول أبرز الأفلام الحقيقة ارتبطت باسمه في هذه الفترة الخيط الرفيع أنف وسلاس عيون قاع المدينة مولد يدونيا أسكوريني لكن أيضا العذاب امرأة أين عقلي أفواه وأرانب والحرفيش وأفلام حديثة مع نجوم الجيل الجديد فيلم الجزيرة فيلم أيضا جده حبيبي ده كان آخر أفلامه الحقيقة وأعماله السينمائية كتير ممكن يتقال على فنان بحجمه وقيمة محمود ياسين اللي فقدناه النهاردة لكن عزقنا الوحيد زي ما بنفقد يعني رموز كتير الحقيقة في الفن والسينما المصري لأنه بتبقى أعمالهم تذكرني طول الوقت أنه مصر كانت ومزالت رائدة في عالم الفن والسينما والقوة النعيمة قوتها النعيمة جاءت بيه عناصر شديدة القوة زي محمود ياسين ورفقه خلونا نشوف مع حضرتك تقرير في تفاصيل أكثر عن الراحل محمود ياسين